مرحبا اليوم نحن معكم بتمرين جديد او بنمط جديد من التكامل طبعا هذا اول فيديو لانه عن نمازج التكامل طبعا سنستمر بنمازج الاشتقاق اللي نحن ماشيين فيها وهلا راح نمشي معه بنمازج التكامل راح نقسع شوي بتنزيل الافكار طبعا كلها راح تسلقها عن القوائم التشغيل لما ما بدك بتشغل ازهر لا انت مالك فاضي هذا النوع من التمارين او هذا النموذج من التكامل للصراحة بجامعة حران انا كمان كنت نزله قبل ما مثلا اي جامعة تنزله ولكن صار اللي صار وما لحها انا نزله قبل انتحان حران على كل حال هذا النموذج اول ما بتشوفه بتحسه انه صعب بتحس انه شكله مرعب بتتلبك كيف لا تحله ولكن بحب اقولك انه اطمنك كمان النموذج جدا 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 بسيط وما في داعي انه تقلق من شهنه هلا نحن شون نحل هكت تمرين انا عندي مثلا انا هون بيعتمدي بهذا التمرين على شغلتين انه انا عندي هون لن التسعة ناقص اكس وهون عندي لن التسعة ناقص اكس يعني مثلا انا عندي هاي العبارة نفسها هاي العبارة بالمقام ومنضف لعبارة ثالثة انا شغلي سيكون عندي بالعبارة المختلفة عن البسط والمقام انا عندي هاي العبارة وهي العبارة متشابهين ما ليشغل فيهم انا بتغيير المتحول طبعا هون لازم اغير المتحول مرة واحدة وبنجح معي التمرين فانا قلت هدولة مان نشغل فيهم لانه نفس بعضهم انا بدي اشتغل بالعبارة اللي هي لن الاكس ناقص ثلاثة هون كتبناها زائد بالاول بس هو غلط من البدي اف هي لن الاكس ناقص ثلاثة تمام انا عندي شغل فيها بتحويل المتحول بتغيير المتحول كيف انا عندي هون بالبسط بدي اخد بس الداخل هو التسعة تمام انا بدي العدد يعني الحد السابت فانا باخد التسعة بطرح منه راح اخد التسعة مالبسط اطرح منه العبارة اللي بالمقام و الهي اكس ماقص ثلاثة وقسميه بالحرف بدي اياه ان شاء الله تي ان شاء الله او ان شاء الله يو ان شاء الله اس لدي اياه على كيفك فانت بتاخد الحد السابت و بتطرح منه العبارة انت كان عندك لن فانت شغلك بالعبارات المداخل اللين عندك E قوة X عندك E قوة Y وبالبقام E قوة X زاد E قوة X ناقص 3 فأنت شغلك بقوة E وما إلى ذلك يعني F الـ X يعني مثلا عندك F X تمام على F X زاد F X ناقص 3 فأنت شغلك بهاي العبارة يعني بتأخذ الحد السابت اللي هون هو صفر وبتطرح منه العبارة ما داخل F X ناقص 3 تمام بهذا الشكل فينا نفكر خلونا نرجع هلا على تمريننا هلا بدخل السابق لجوه رح سي عندي 9 ناقص X ناقص ناقص 3 يعني 12 ناقص X شو رح يحطينا للت هون المتحول تغير عندي وبهاي الصيغة المتحول رح يفيدني مثلا ممكن كان واحد غيري يحط التحول 9 ناقص X مثلا أو X أو يحتاج يحط بمتحول يعني خلونا نكون صريحين تمام يلي بيجهل هاي الفكرة فلهيكي أنا وقت لكم انه تاخد هون بالبساط وبالمقام بهذا الشكل اللي ذكرت لكم يا فأنت عتضمن المتحول الصحيح بشكل 100% ممتاز أنا أغيره متحول فأنا لحدود التكامل خلونا نسمي هذا التكامل قيمته مثلا A تمام؟ هذا التكامل هو A تمام؟ A حرف بقى A هو واحد اثنين ثلاثة ما بيهمني سمينا نحن A هلا أنا عندي هون حدود التكامل لازم تتغير فأحوض 12 نقص 8 سأحوض كل X 8 تمام؟ لأنه كان عندي بالنسبة ل X فأنا هون بدي أحوض بالنسبة ل T A T عندي 12 نقص X تمام؟ بحوض محل كل 8 بـ 12 نقص X يعني رحسي عندي هون الحد الكبير 4 الحد الفقاني 4 بالتكامل الجديد تمام؟ هلا أيضا بعوض كل X 4 رحسي عندي 12 نقص 4 8 فأنا صار عندي حد جديد هو 8 ممتاز صار عندي حدود التكامل جاهزة هلا بعوض أو بشتق الطرفين اللي هون ليش؟ لأنه بدي أحظر على Dx لأنه عندي Dx فأنا بدي أحول تكامل جديد على DT تمام؟ فالDx شو رح يساوي لنا لنا ناقص DT لأنه هو ناقص Dx يساوي لDT بنقول السالب هورا للطرف الثاني رح سيكون Dx يساوي لنا ناقص DT فأنا نضع هنا ناقص DT الآن نفتح الكسر منعوض كل X كام؟ أنا عندي 12 ناقص X يساوي T بنقول T للطرف الثاني وبنقول X للطرف الثاني رح سيكون 9 ناقص T ناقص T حلو هالكلام على لن T ناقص 3 تمام؟ زائد كام؟ خلونا هون ننمحي زائد لن هون X ناقص 3 عوض كل X 12 ناقص T فرح سيكون 9 ناقص T لن 9 ناقص T حلو هالكلام هون عندي شو ناقص DT على أنا عندي ناقص DT كيف يمكن أكتبه خلونا نمحي اللي فوق هون هدا كله خلصنا منه بس مشاين أوضح لكم شوي فكرة أنا عندي تكامل هون يعني أنا عندي مثلا تكامل من A لB شو يساوي لنقص تكامل من B لA يعني أنت بتعقص الحدود ولكن تضرب التكامل بسالب أنا هلا هون عندي سالب فأنا رح أروحي السالب بأنه عكس الحدود تمام أسائل 8 فوق والأربع تحت فراح أكتب تكامل 4 8 لا لن T ناقص 3 على لن T ناقص 3 زائد تمام لن 9 ناقص T DT وليس ناقص DT ممتاز ممتاز على أنا عندي مثلا تتذكروا وغا تكون عندنا مثلا دالة أو تابع ناقص الفونكسيون مثلا بقول لك F X شو يساوي مثلا 2 X مربع زائد 6 X على أنا في محل X فيني أكتب غيره مثلا فيني أكتب محل F X فيني أكتب F U مثلا عوض كل X U فرحسي عندي 2 عفوا 2 U للتربيع زائد 6 U فيني أحط S فيني أحط Q فينا عيفا X يعني أعوض محل X أيضا X فيني أحط Y فيني أحط Z فيني أحط T أيضا هون نفس العمل شوفوا هون محل T فيني أكتب X طب هلأ من شو أنت كتبت X إنه هي عبارة عن 12 T هذا التغيير المتحول هذا غير التغيير المتحول اللي عب أحكي عليه كفونكسيون تمام انتبهوا لهذه النقطة يعني قبل شوية قلت لنا أنه X 12 X 12 T كيف هلأ هتحوض T X لازم T 12 X أخي أنا بس عب أشتغل هلأ على أنه تغيير الحرف وليس تغيير المتحول يعني أنا T فيني أكتب S هلأ ليش لحتى ما أكتب S ها هذا السؤال لازم تسأله لنفسك تمام حالا هون رح أكتب كل محلتي X فرح سعندي 8 على 4 لن X ناقص 3 على لن X ناقص 3 زائد الطريقة لي طويلة للتوضيح يعني أنا طويلت بالحكي بس مشان تنشرح عندكم الفكرة بشكل يعني 100% وضح لكم إياها بشكل 100% إن شاء الله على 9 ناقص X تمام هاي مسحناها صار عندي كمان هون أيضا DX يا جمعة الخير أنا من شوي كنت عب أشتغل بهاي المعادلة يعني أين هاي المعادلة صارت عندي هاي نفسها أنا فقط حولت المتحول وطلعت عندي بهذا الشكل يعني هاي أيضا كمان تسايل الآن معادلة الثانية تسايل الآن لأنه ممكن نعمل بهذا التكامل هذا التكامل كان اسمه A نحن اشتغلنا بهذا التكامل شوي يعني عدلنا بقلبه تمام بس عدلنا بقلبه وحصلنا على الناتج اللي هون أيضا هذا رح يسايل الآن تمام بهذا الشكل فينا نفكر فهلا أنا بجمع هدول التنتين العبارتين مع بعضهم جمع عادي شو رح يصير عندي خلون نجمع هون رح حصير عندي التكامل الأول حدود التكامل عندي ها نفسه هون 8 4 هون 8 4 نفتح كسر dx كل نفتح كسر أول شي بالمعادلة لدي لن 9 ناقص X هون رح اكتب لن 9 ناقص X ليش أنا رح اكتب نفس البسوط لأن عندي المقاومات موحدة هون عندي لن X ناقص هون عندي لن X ناقص 3 زاد لن 9 ناقص X تمام بهذا الشكل فينا نفكر فصار عندي لن 9 ناقص X زاد لن X ناقص 3 بالبسط على لن X ناقص 3 زاد لن 9 ناقص X هذا الحكي شو يساوي رح يساوي لعن 2 A ليش لأن أنا عندي هون كان A وعندي A فجمعناهم مع بعضهم صار لن 2 A لاحظوا معي أنه البسط نفس المقام بيروح مع بعضه فصار عندي تكامل من 4 على 8 ل DX شو يساوي لـ 2 A تكامل DX هو X نحط الحدود 8 4 شو يساوي لـ 2 A هلا بعوض كل X 8 8 بعوض كل X 4 8 ناقص 4 يساوي 4 ويساوي لـ 2 A ولكن هو ما كان بده 2 A كان بده العبارة اللي هي سميناها لحالة يعني كان بده فقط قيمة A قيمة التكامل فأنا سأقسم الطرفين على 2 لحسي عنا A سعيد للـ 2 هلا بعيد بشكل سريع طبعا الـ 80 التاني سأكون فيه سريع سمينا كل X 12 X 12 X تمام على حسب الطرح اللي هون صار عوض نها بكل X اشتقينا الطرفين حصلنا على D T بعد ما عوض كل X 12 T رجعنا T سمينا X وجمعنا العبارتين مع بعض وحصلنا أنه نفس العبارتين تساوي للـ A هذه تساوي للـ A لأنه نحن اشتغلنا بقلب هذه العبارة وما نطلع لنا لبرة أو جبنا عبارة ثانية وبعد نسمينا لـ A فهذا الشيء مغلط تمام بعد ما جمعنا هون طلع لعنى البسط نفس المقام ويساوي لـ 2A كامل تكامل عادي DX تكامل هو X عوضنا المجال وطلع معنا 2A يسايل للـ 4 وقيمة الـ A لحالة تسايل للـ 2 هلّ التمرين بهذا الشكل هلّا رح نحل تمرينين تانين عشان توضح عنكم الفكرة أكتر وأكتر هلّا بدنا نحل التمرين التاني تمام بالسلسة تبعنا هلّا رح نحل التمرين التاني عبينا تكامل من الصفر للـ 90 لجزر الـ Sin X زاد على جزر الـ Sin X زاد جزر الـ Cos X للصراحة المبيع في طريقتنا رح يدخل بالحيط بهيك تمرين نحن عندنا هذا التمرين نفسه التمرين الماضي عندي كسر متشابه فهونا مثلا F X هون رح يكون F X زاد F X ناقص بيع 2 ليش ناقص بيع 2 لأنه عوض بالكوسين رح تتحول عوض بكل Sine عندك X هو عبار عن Sine تمام Sine X مثلا فأنت عندك الكوسين X كيف رح تحول على Sine X ترح منه بيع 2 أو تحول إلى 90 يعني اللي بدك يساوي فإنه قاعدة الأرجاع تغدمها طب هلأ كيف تغير متحول بسيطة عندي هنا X ما في جنب عدد العدد هو 0 فصار عندك 0 ناقص القلب ناقص X ناقص بيع 2 شو يساوي مثلا لت ت هلأ بتدخل السلب رح سي عندك بيع 2 ناقص X شو رح يعطيك لت T ممتاز 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 هلأ نحي غير متحول بكلبس تصار عندي T تساوي 2 ناقص X هلأ أشتقي الطرفين ناقص DX شو ساوي DT لتحضر DX ما ستعطيني لناقص DT هلأ بنقل X للطرف والB للطرف والT للطرف هلأ بيع 2 ناقص T شو رح يساوي للX تمام هلأ هلأ هون بعوض كل X 0 رح ساعدنا محل 0 بيع 2 فرح تصير حدود التكامل رح تصير حدود التكامل هو من 0 عفوا من بيع 2 لا أيضا هون 90 هي عنديها بيع 2 فبعوض هون أيضا كل X 90 يعني من بيع 2 لل 0 رح تصير عنا حدود التكامل الجديد ممتاز هاي المعادلة اللي خلصنا من هلا بعوض كل X كل X بيعطني نقص T فشو رح سي عندي بالبسط جزر cos x ليش لأنه قالبت الإشارة لأنه هون تممناها للربعة الأول فأنت وابت تممنا الربعة الأول عد زي 90 سين بيعلي cos فهون صار عندي cos x أيضا زي جزر sin x عفوا بناقص D T ممتاز هلا أنا عندي هون نقص D T قطي كم بدي أقلب حدود التكامل مع أقلب إشارته فأنا هلا رح أقلب D T بدي روح السالب يعني ده سي D T فرح تصير عندي حدود التكامل شو هي حدود التكامل هي من بيع 2 لحين الوصول للصفر أو من الصفر لحين وصول البيع 2 لجزر cos x على جزر cos x زائد جزر sin x هون عندي D T طيب هلا شو عنا الشغل الشغل الاهم انه نعرف شو نسمي العبارة اللي سويناها فهي رح يصير اسم A نحن نسمي A هون من نسمي ايضا A هي نفس العبارة اشتغلنا في فرح تضل على نفس الاسم هلا نجمع هدول التين مع بعض عندي هون 90 وهون 90 وهون صفر هون صفر حدود عندنا بالبسط جزر sin x زائد cos x سيصرو مع بعضهم جزر cos x زائد sin x بالبسط على جزر sin x زائد cos x وكل دي x هون كتبنا محل كل هون لازم عفوه هون لازم cos t هون cos t هون c t يعني بس فورا كتبتون cos x اغضي ed فورا اساوية بهذا الشكل ف نحن غيرنا هون كل t حطينا x فورا على الطريقة الماضية علمتكن إياها انو لانا f x مثلا يساوي 2x فانت فيك تكتب انو f x تساوي هي عبارة عن f t تساوي 2t يعني غيرنا فقط المتحول او اسم المتحول f s يساوي 2s f z 2z وما الى ذلك فصار عندي هون يبسطوا مقام نفس بعضهم بيروحوا مع بعض فصار عندي تكامل من الصفر لبيع 2 لواحد dx تمام شو يساوي لتنين a هلا dx بكامله شو رح سيعلنا هو x تكامل x من بيع 2 للصفر يساوي لتنين a تمام هلا بعود كل b هي كل x هي بيع 2 بيع 2 ناقص صفر رح يضل 2b افهم بيع 2 يساوي 2a معتها b على 4 تمام بعد ما قصمنا الطرفين على 2 من روح على التمرين الأخير وبعطيكم الطريقة الجديدة هنا على هذا التمرين عبينا تكامل من نقص 1 للواحد لواحد زاد اكس مربع لواحد زاد اي قوى x dx اولا نحن نسميه a تمام لهذه العبارة خلما نتعبوض بهذا الشكل الآن ما سيسميه هم هم انا عندي هم بالبسط غير الشرط يلقي من شوي هون هذا التمرير سيعتمد شوي على زكائنا مثلا العوض انا هيا اكس بده بالبسط اللي ما انا او او اشعر او او اشعر 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 احر ممتاز بواحد المقامات ممتاز ممتاز انا كل اشعر عبارة عن ت تي تمام هلا باشتق الطرفين دي اكس شو تسايله ناقص دي تي تمام عفوان بعوض الحدود مشان اكتب التكامل كل اكس بواحد رح ساعلنا هون ناقص واحد وهون واحد انعكسه مع بعضه على عضوك ال اكس ناقص تي رح ساعلنا واحد زاد تي مربع لانه التربية ما بيغيسيه سالب على واحد زاد اي قوة اي قوة ناقص تي ممتاز هلا هون شغلي هون عندي ناقص تي لا ننساها ايضا هيت السايلة الا كمان لا ننساها هين عندي انا العبارة هي واحد زاد تي مربع على واحد زاد اي قوة ناقص تي في ناساوية هي واحد زاد تي مربع على واحد زاد على واحد على اي قوة تي تمام لانه تي قوة اي قوة نقص اي قوة نقص عفوا فينك تبع واحد على تي اي قوة تي وواحد المقامات رح بضرب القريب القريب بعيد بعيد رح سيعني واحد زائد تي مربع مضروب بالقوس كامل اي قوة تي على اي قوة تي زائد واحد هلا بكتب دي تي وحده التكامل عندي ايها شو كانت من نقص واحد للواحد بس انا هوني ضربت السالب فشو رح سيعندي من نقص واحد للواحد تمام بهذا الشكل صار عندي ايها وهي العبارة شو تسايلة ال ا هلا بجمع مع ال ا اللي هوني اللي كانت اول شي اللي اعتني اياها اللي هي ا فبجمع مع بعضهم شو رح سيصر عندي اول شي هون بكتب كل تي اكس فراح سيصر عندي واحد زائد اكس مربع مضروب بي قوة اكس متى ما اتفانا دائما على اي قوة اكس زائد واحد اظن انه الطريقة صارت عندكم مية بالمية هون عندي كمان واحد دي اكس بجمع مع ال ا اللي هي كانت من قبل كانت هي عبارة على الشكل واحد زائد اكس مربع على اي قوة اكس زائد واحد تكامل ايضا من نقص واحد لواحد لدي اكس ايضا تسايلة ال ا ايضا تسايلة ال ا نجمع مع بعضهم شو رح سيصر عندي هون عنا اكس زائد واحد هون عنا اكس مربع زائد واحد ايضا نفس بعضهم فبطال عن فراح مشترك حسين عنا اكس مربع زائد واحد تمام مضروبين بشو بي قوة اكس زائد واحد على اي قوة اكس زائد واحد وتكامل من نقص واحد للواحد لدي اكس ويسولة اتنين اه تمام هلا بنمحي هلا هون لانه رح يلزمنا بالتكامل اه اختصر هون اي قوة اكس مع اي قوة اكس زائد واحد فرح سيصر عندنا تكامل من نقص واحد للواحد لأكس مربع زائد واحد تمام دي اكس يسايلة اتنين اه هلا صار عندي التكامل كتير بسيط تكامل اي اكس مربع هي اكس مكبعة ثلاثة زائد تكامل الواحد هو اكس تكامل من نقص من واحد لناقص واحد وسيكار الاتنين اه ها بعوض كل اكس واحد هحسين اننا واحد على ثلاثة زائد واحد تمام ناقص 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 واحد اود تُهل بالطرف للجميع الاعداد هحسين اندي كوة اثنين على ثلاثة زائد 2 تمام هذا الحكي هلأ بواحد المقامات رح سيعنا 2 زائد 2 زائد 6 8 على 3 ويسايلة 2A معتل A الوحدة شو تساوي 4 على 3 تمام طريقة التانية كالتالي مثلا هي بتزبط على الحالة الاولى والحالة التانية وتكون عندك Fx وهنا عندك كمان Fx وهنا زائد Fx ناقص 3 مثلا ناقص 5 ناقص 10 تمام تزبط عليها ولكن على الحالة التالتة واخر تمريم ما تزبط عليها الطريقة هاي فمسلا عندي التمرين الاول كان من 4 على 8 للن تمام التسعة ناقص x على لن التسعة ناقص x زائد لن x ناقص 3 dx انت هاي بدأ ما تعمل هذه الخطوات وقدت لك عليها ولكن هاي الطريقة مثل ما اقول لك ما تزبط على كل التمارين تزبط على حالات خاصة منه حالات خاصة من نفقنا جبت لك التمرين الثالث بس مشان اسبط لك انه هاي الطريقة الثانية ما تزبط على كل التمارين تمام فلا تنتبه انت هون بتطرح هدول المجالين من بعضهم 8 ناقص 4 وتقسمها مع 2 يعني تجواب 2 هاي الطريقة الثانية تمام وتكون عندك هون البسط هنا اف اكس هنا اف اكس هنا اف اكس ناقص 6 ناقص 5 على كيفك فيك تستخدم هاي الطريقة مثلا انا نحن عندنا التمرين الثاني كان من الصفر لبيع 2 لجزر الساينل اكس على جزر الساينل اكس طبعا هاي الطريقة مستنتجة يعني من الطريقة اللي هلا نحن حطيناها لانه نحن كنا عم نطالع عم نغير متحول عم نروح الكسر مع البسط بسط مع مقام عب ببقى عنا دي اكس وعب تبقى عنا الحدود تمام مثلا من الاربع من الاربع ال الاتمينة فانحنا عم نقام عم نصيح عنا اكس من الاتمينة الى الاربع بنعود كل اكس الاتمينة ورح نصيح عنا اربع اثمين الناقص اربع ويسابي مسائل الى اثنين او بقسمع اثنين نفس الطريقة ولكن انا عم باختصر عليكم بس عم بنبهكن عم انبهكن انه انت بغب تشتغل بايدك ما رح تستغرق معك دقيقة ها يعني انا وقت اشرحها طولتني امكان 12 دقيقة 13 دقيقة 14 دقيقة ولكن انا كنت اشرح بشكل مفصل والطريقة المفصلة ولكن انت وقت تحلى هذا التمرين بدي تكلف معك مثلا سطر واحد سطر ونص بتكون خالص التمرين فانا برأي انه تعتمد على الطريقة العامة ولكن انا واجب علي اني اسكر هاي الطريقة فاللي بتتمشي معكن ممتازة هاي الطريقة بتزبط عليها لان هون اف اكس هون اف اكس وهون اف اكس ناقص بي على اثناء مثلا فانا بجمع هدون مع بعضهم فورا احسن ان عفوا بطرحوا من بعضهم ناقص صفر بقسم على اثناء فتطلع معنا الجواب ايضا بي على اربع جينا على التمرين الاخير ما زبطت هاي الطريقة تمام لانه كان حالته ما يشبيها بهذه الحالة كان واحد زاد اكس مربع على واحد زاد اي قوة اكس تمام تكامل من اقص واحد الواحد لانه ما كان عندي هون اف اكس وهون اف اكس وهون اف اكس ناقص كذا فالطريقة ما احسننا لها فمنلجأ لطريقتنا اللي هي تغير المتحول مثلا كل اكس بناقص تمام لانه هون عندي اكس هون عندي اكس يعني فقط انا حاولت اني العب بالي قوة اكس حتى حسنت احلو فما تزبط عليه ان الطريقة اني اجمع هلاء او اطرح ناقص واحد ناقص ناقص واحد رح صيح لنا اتنين وقص مع اتنين بتلعدي معي تجواب واحد لا تمام فذا تنتبه من هاي النقطة انه هذيك الحالة الخاصة هي اف اكس على اف اكس زائد اف ال اكس تنقص ا تمام فيك تجمع تطرح الحدود من بعض حدود التكامل تقص مع اتنين بتلعدي معك تجواب بس انا ستنطركم للطريقة ليش هيك صار وبتمنى اكم كل التوفي يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة